تكلمنا كثيرا قبل ذلك وأكدنا بالدلائل والبراهين أن الفراعنة ليس بنات الأهرامات الحقيقيين اعترض البعض واستطاع الكثير من المتابعين من فهم الحقيقة لكن ماذا ستفعلون لو عرفت أنه لا يوجد شيء اسمه الفراعنة ولا وجود للحضارة الفرعونية في التاريخ ولا يوجد ما يسمى بعصر الأسرات ولم يحتل الهكسوس مصر ولم يحر أحمس مصر من الهكسوس وكل ما تعلمته ودرسته عبارة عن كذبة كبيرة انتظر أين انت ذاهب أراك تأخذك الحمية وتترك الفيديو وتقول أنني سأفتري كذبا على أعظم حضارة في العالم حسب اعتقادك ولكن قبل أن تفعل ذلك أريد أن أسألك سؤالين إن استطعت الإجابة عليهما فلا تكمل مشاهدة الفيديو السؤال الأول يعلمونك في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام أن فرعون موسى كان من الهكسوس أليس كذلك؟ ويعلمونك أيضا أن الملك المصري أحمس قد حرر مصر من حكم الهكسوس الذي استمر لأكثر من مائة وخمسون عاما محتلا لمصر أليس هذا ما تعلمته؟ لكن كيف تؤمن بهذا الكلام وأنت تعلم يقين أيا كانت ديانتك؟ سواء كنت مسلما أو من أهل الكتاب أن فرعون وجيشه وقادته قد غرقوا في البحر جميعا فمن حارب أحمس إذن؟ وحرر مصر من من؟ إن كان جيش فرعون من الهكسوس قد هلك عن آخره في البحر فمن حارب أحمس إذن؟ هل حارب جثثهم؟ السؤال الثاني لقد ذكر ربنا الكثير من الأنبياء الذين مروا على مصر أو خربوا منها أو أرسلوا إليها مثل نبي الله إبراهيم ويوسف وموسى وهرون وحتى شعين هل سمعت لهم أي ذكر في التاريخ الفرعوني؟ أسمع أحدكم يقول لي أن هؤلاء كانوا جميعا محتلين مصر في عصر الهكسوس فكيف تطلب من الفرعنة أن يذكروهم في تاريخهم؟ أقول له بين نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى وسليمان مئات السنين فهل حكم الهكسوس مصر من قبل عصر إبراهيم حتى بعد عصر موسى عليه السلام؟ فمتى إذن حكم الفرعنة مصر؟ وهل تصدق أن الهكسوس احتلوا مصر لأنهم انتلكوا العجلة الحربية التي كانت تعد في هذا الزمان اختراعا حربيا مذهلا؟ واستطاع أحمس تحرير مصر من الهكسوس عندما عرف سر هذا الاختراع المذهل وتصدق أن هؤلاء استطعوا بناء الأهرامات كيف كانوا ينقلون تلك الحجارة الضخمة إذن؟ إن استطعت أن تجد إجابات لتلك الأسئلة فأنصحك أن لا تكمل مشاهدة الفيديو أما من يريد معرفة تاريخ مصر الحقيقي في الفترة التي يسمونها بالعصر الفرعوني فسأقدم لكم اليوم شرحا مفصلا دقيقا لحكام مصر الحقيقيين في تلك الفترة المهمة وليس معنى هذا أنني أنكر حضارة المصرية على العكس تماما فكما شرحت في الفيديوهات السابقة فمصر أقامت أعظم حضارة على مر التاريخ قبل وبعد الطفان واستمرت مصر جنة الله على الأرض لما يزيد عن سبعون ألف عام ولكننا نصلح ما أفسده اليهود في تاريخنا العظيم إن الفيديو طويل بعض الشيء لكنه يشرح بالتفصيل فترة زمنية كبيرة من تاريخ مصر العظيم تم تزييفها بالكامل فتابعوا الفيديو حتى نهايته لمن أراد أن يعرف الحقيقة الفراعنة الذين ملكوا مصر خمسة وهم تطيس ابن ماليا فرعون إبراهيم عليه السلام وريا بن الوليد فرعون يوسف عليه السلام والوليد بن مصعب فرعون موسى عليه السلام ودارم ابن وريا وآخر لا يحضرني اسمه الآن فأما تطيس فرعون إبراهيم عليه السلام فإنه كان مغرما بحب النساء الحسان وكان يأخذ نساء الناس وبناتهم غصبا وكان له في الطرقات حراس بسبب ذلك وعندما أراد إبراهيم عليه السلام دخول مصر في تجارة وكان معه زوجته سارة فلما دخل مصر وسمع بأخبار مالكها فخاف منه على سارة فعمد إلى صندوق من الخشب وأدخل فيه سارة فلما مر من تحت قصر الملك فرآه من أعلى القصر فقال للحرس اذهبوا وكشفوا لي عن خبر ما في هذا الصندوق فجأوا أعوان الملك إلى إبراهيم فسألوه عن ما في الصندوق فقال فيه بضاع ثم إنهم أخذوا منه الصندوق وأحضروه بين يدي الملك فلما فتحه فوجد فيه امرأة كأنها الشمس المضيئة فقال لإبراهيم ما تكون هذه المرأة منك قال هي أختي فقال له الملك زوجني بها فقال إبراهيم إنها متزوجة فاغتاض منه الملك وأمر بسجنه فسجن ثم إن الملك أدخل سارة إلى قصره وزينها بأحسن الزينة وأجلسها إلى جانبه على السرير ثم مد يده إليها فيبست يده في الحال فقال لها إنك لساحرة عظيمة ثم هم بها ثانيا فابتلعته الأرض إلى نصفه فقال لها أيتها المرأة كفي عني سحرك فقالت له سارة ليس هذا من فعلي إنما هو من إبراهيم خليل الله فأرسل ليأتوا به إلي فلما دخل عليه قام إليه وعظمه وأجلسه معه على السرير واستغفر له فمسكه إبراهيم من يده وخلصه من الأرض بعدما كادت تبتلع ثم إن الملك رد سارة على إبراهيم ووهب له جارية جميلة تسمى هاجر وكان لها من العمر أربع عشرة سنة وكان أصلها من مدينة عين شمس التي في المطرية فأحب إبراهيم هاجر وسر بها فجاءه منها ولده إسماعيل عليه السلام وقيل إن الملكة تطيس أسلم على يد إبراهيم عليه السلام وأما فرعون يوسف عليه السلام فكان اسمه الريا ابن الوليد وكان أبوه الوليد ابن دمع العملاقي قد خرج في جيش عظيم يتنقل في البلدان ويغلب ملوكها لاحتلالها فلما وصل إلى الشام انتهى إليه خبر مصر وجلالة قدرها وأن أمرها قد صار إلى النساء وباد ملوكها فأرسل إليها غلاما له يسمعون بجيش عظيم فوصل إلى مصر وأيمن ودليفة ملوك مصر في هذا الوقت يقتتلان فيما بينهما ففتحها واستولعل أموالها وكنوزها وغاب فترة عن الوليد فلم يشك في هلاكه وهلاك الجيش الذي كان معه لما كان يعلمه من طلاسم مصر ومكر كهنتها ثم وصله أن عبده عون لم يهلك وأنه قد ملك مصر فصار إلى مصر وقابله العبد وقال له أنه كان يسير إليه وإنما أخره لأنه أراد تعديل الملك وإصلاحه وتجهيز مصر لاستقبال الوليد فقبل قوله ودخل مصر الوليد بن دومع العمالقي وملكها فاستباح أهلها وأخذ أموالها وتتبع ما أمكنه الوصول إليه من كنوزها وتم الأمر للوليد على أعظم أمر ثم سنح له أن يمشي حتى يقف على منابع النيل ويغزو من بناحيته من الأمم فأقام ثلاث سنين يستعد لذلك ويجهز الجيوش حتى أصلح جميع ما احتاج إليه واستخلف عبده عون على حكم البلاد وخرج في جيش كثيف وعتاد عظيم فلم يمر بأمة إلا أبادها فيقال إنه أقام في سفره سنين كثيرة وأنه مر على أمم السودان وجاوزهم ومر على أرض الذهب فوجد فيها مواضع فيها الكثير من الذهب وهي بلاد تسمى عانا ولم يزل الوليد يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب ماء النيل إليها من الأنهار التي تخرج من جبل القمر وهي التي تسمى الآن بهبة إثيوبيا ونظر إليه كيف يخرج النيل من تحته فيمر في طرائق كثيرة كالأنهار الرقاق فيصير بعضها إلى حظيرة عظيمة يجتمع فيها ثم يخرج من كل حظيرة نهر عظيم ينصب إلى حظيرة عظيمة وحكي عن الوليد أنه وجد القصر الذي فيه قماقم النحاس الذي صنعه هرمس الأول قبل الطفان ولما بلغ الوليد جبل القمر رأى جبلا عظيما فصعد عليه ليرى ما خلفه فنظر خلفه فوجد البحر الأسود النتنة وهي أرض الطم ونظر إلى النيل فوجده يجري عليه كالأنهار الرقاق فأتته من ذلك البحر روائح منتنة وهي ناتجة من ثوران بركان كبير هلك بها كثير من أصحابه فأسرع بالنزول بعد أن كاد يهلك وذكر البعض أنه لم يرى هناك شمسا ولا قمرا وذلك بسبب ثوران هذا البركان لم يرى إلا نورا أحمر كنور الشمس عند غروبها وقالوا إنه أقام في غيبته مدة عشرين سنة وأن خليفته في حكم مصر عون تجبر وظلم وسع بين الناس بالفساد وادعى أنه الملك وادعى أنه لم يكن عبد الوليد وأنه أخوه وله الحق في الملك من بعده واستعانى بالسحرة على شعب مصر ودفع المال للكثير للسحرة والكهنة فساعدوه في ظلمه ولم يترك امرأة من بنات ملوك مصر إلا نكحها ولا مالا إلا أخذه وقتل صاحبه وكان مع ذلك يكرم الهياكل والكهنة فكان الناس يخفون منه ومن السحرة إلى أن رأى في منامه الوليد وكان يقول له من أمرك أن تتسمى باسم الملك وقد علمت أنه من فعل ذلك استحق القتل ونكحت بنات الملوك وأخذت الأموال بغير واجب ورأى الوليد في منامه وكأنه أمر بقدور فملئت زفتا ثم غليت على النار وأحميت وكأنه يغمسه فيها فلما غليت أمر بنزع ثيابه فأتى طائر في صورة عقاب فاختطفه من أيديهم وطار به في الجو فجعله في هوة على رأس جبل وكأنه سقط من رأس الجبل إلى واد فيه حمى من منتنة فانتبه مذعورا وكان طول مدة حكمه إذا خطر الوليد على باله مرة واحدة يكاد عقله أن يزول خوفا منه لما يعلمه من فضاضته وبطشه وقوته وكان أحيانا يقنع نفسه بأن الوليد قد هلك مع جيشه ولن يعود مرة أخرى أبدا وذلك بسبب طول غيبته وانقطاع أخباره وكان أحيانا أخرى يظن أنه حي وسيعود وسيقتله بسبب استيلائه على حكم مصر في غيابه فلما رأى الرؤية لم يشك في أن الوليد ما زال حيا وسيعود مرة أخرى فأضمر في نفسه الهرب من مصر بالأموال فأطلع بعض السحرة ممن كان يثق بهم على أموره وقال لهم إني خائف من الوليد وقد عزمت على الهرب من مصر فساعدوني قالوا له نحن نحميك على أن تقبل منا ما سنعرضه عليك قال لهم قولوا قالوا له نعمل عقابا وتعبده فإن الذي خلصك منه في نومك هو بعض الروحانيين وهو يريد منك أن تعمل صورته على شكل عقاب وتعبده قال عون موافق بالطبع طالما سيحميني من الوليد إذا عاد إلى مصر اصنعوا لي هذا المقام فصنعوا له عقابا من ذهب وجعل عينيه من جوهرتين موشحتين بأصناف العمل الغريب وعمل له هيكلا لطيفا وعلقه في صدره وأرخى عليه ستور الحرير فأقبل عليه السحرة على خدمته بالبخور والقربان إلى أن نطق لهم فأقام عون على عبادته ودعا الناس إلى ذلك فأجبوه فلما مضت لذلك مدة أمره العقاب ببناء مدينة يحوله إليها فتكون معقلا وحسنا لهم فأمر عون كل فاعل بمصر أن يجتمع عنده وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى صحاري الغرب المصرية ويطلبوا إليه أرضا حسنة الاستواء ويكون المدخل فيها بين فجوك صعبة وجبال وعرة لتصلح أن تكون حسنا يحميه من الوليد ويتوخى أن تكون تلك الأرض قريبة من مغاضي المياه فكان مغيض الماء هو اليوم الفيوم وكان مغيضا لمياه النيل حتى أصلحه يوسف عليه السلام وإنما أراد عون أن يكون مكان المدينة بالقرب من مغيض المياه ليجري إليها الماء منها فخرج أصحابه يطوفون في الأرض فأقموا في ذلك شهرا حتى وجدوا له بغيته فلم يبقى بمصر فاعل ولا مهندس ممن كانوا يفتتون الصخور ويقطعونها إلا وأرسله لبناء تلك المدينة وأرسل معهم ألف فارس في خدمتهم وأرسل معهم جميع الآلات وأقام في إرسال الزاد إليهم شهرا على طريق محدد قد بناه للمدينة الجديدة ما زالت آثاره موجودة حتى اليوم في صحراء الغرب من خلف الأهرام فلما تكامل لهم ما يريدونه من قطع الحجارة ونحتها أعدوا وجهزوا وخططوا موضع المدينة وجعلوه فرسخين في مثلهما وحفروا في وسطها بئرا وجعلوا في تلك البئر تمثالا من نحاس للصورة خنزير وجعلوا وجهه إلى الشر وكان ذلك بطالع زحل واستقامته وأخذوا خنزيرا فذبحوه له ولطخوا وجهه بدمه وبخروه بشعره وأخذوا شيئا من شعره وعظامه ولحمه ودمه ومرارته فجعلوا ذلك في جوف خنزير من النحاس ونقشوا عليه آيات زحل ثم شقوا في البئر أخدودا من أربعة أوجه للمدينة وجعلوا فيها شوارع يتصل كل شارع فيها بباب من أبواب المدينة ووصلوا ما بينها بالمنازل الحسنة والطرقات وجعلوا حول القبة تمثيل من نحاس بأيديهم حراب ووجهها مقابلة لتلك الأبواب وجعلوا أساس المدينة من حجر أسود وفوقه حجر أحمر وفوقه حجر أخضر وفوقه حجر أصفر وفوق الكل حجر أبيض شفاف مفقوبة كلها بالرصاص المصبوب بينها وفي قلوبها أعمدة الحديد على صفة بناء الأهرام وجعل طول حسنها ستين ذراع ونصف ذراع وعلى كل باب من أبوابها على أعلى الحسن تمثال لعقاب كبير أجوف ناشر الجناحين وعلى كل ركن من أركان المدينة صورة لفارس بيده حربة ووجهه إلى خارج المدينة وساق الماء إلى ناحية الباب الشرقي ينحدر في صبيب إلى الباب البحري ويخرج إلى بطائح هناك وكذلك من الباب الجنوبي إلى الشمالي وقرب لتلك العقبان عقبانا ذكرا ولطخها بدمها واكتلب الرياح إلى أبواب التمثيل فكانت الرياح إذا دخلتها يسمع لها أصوات شديدة لا يسمعها أحد إلا هالته وضمدها بعقارب مطلسمة تمنع الناس من دخولها إلا أن يكون مع الغريب الداخل إليها أحد من أهلها ونصب العقاب الذي يتعبد له تحت القبة التي في وسط المدينة على قاعدة لها أربعة أركان في كل ركن منها شيطان مشوه وجعلها على عمود من زبرجد فكان العقاب يدور على كل جهة من الجهات الأربع ويقيم كذلك ربع السنة فلما فرغ من ذلك كله حمل إليها جميع الأموال والجواهر المخزونة بمصر وما وجد في خزائن الملوك من التمثيل وتراب الصنعة والعققير والسلاح وغير ذلك وحول إليها كبار السحرة والكهنة وأصحاب الصنائع والمهن وقسم المساكن التي بناها بينهم لا يختلط بعضهم ببعض وبنى حول سورها استراحات تحيط بها وبنى فيها مساكن لأصحاب مهن الحرث والزرع والبنائين وغير ذلك وبنى على ما أجراه من الأنهار قناطر ليمر عليها الخارج من المدينة والداخل إليها وجعل الماء يدور حول الاسترحات ونصب عليه أعلاما ثم غرس ما وراء ذلك كله بأجناس الأشجار وغرائبها فأقام بها من الجنات كل غريبة حسنة كثيرة الفوائد ثم جعل ما وراء ذلك مزارع لكل نوع من الحبوب فاستغل بذلك كله أعظم الغلات وكان يرتفع إليه منها في السنة ما يكفيه عشر سنين وبين هذه المدينة وبين منف ثلاثة أيام فكان يخرج إليها فيقيم بها عشرة أيام ثم يعود إلى منف وكان لتلك المدينة أربعة أعياد في السنة في كل وقت يتحول فيه العقاب إلى الجهات الأربع فلما تم لعون ذلك إتمأن قلبه وسكنت نفسه إلى أن وفاه كتاب الوليد من ناحية النوبة يأمره بأن يرسل إليه الأزودة وينصب له الأسواق ففعل عون ذلك كله من أحسن شيء وحمله على المراكم ونقل جميع عياله ومن اصطفاه من بنات الملوك من مصر وكبرائها إلى المدينة الجديدة فلما قرب دخول للوليد مصر تحول هو إلى مدينته فتحصن بها وترك للوليد خليفة يكون بين يديه فدخل الوليد مصر فتلقاه الناس فشكوا إليه ما فعله عون وما حل بهم منه فقال وأين عون قالوا فر عنك وتحصن في مدينته فاغتاض وأمر بجمع جيش كثيف فعرفوه كيف بنى مدينته وأسكن فيها معه من السحرة وأن أمره صعب ويجب عليه الاستعداد جيدا قبل مواجهته فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه ويحذره التخلف عنه ويقسم عليه إن لم يفعل وظفر به سوف يقطع لحمه بعد المبالغة في عذابه فرد عليه عون بجواب يقول فيه ما على الملك مني في هذا الموضع ولا أتعرض لبلده ولا أعبث في شيء منه لأني عبده وأنا في هذه الجهة حام له من كل عدو يقصده من ناحية من نواحي الغرب ولا أقدر على المسير إليه لخوفي منه على نفسي فليوافق الملك على اعتبار أحد خدامه وأرسل إليه في كل وقت ما يطلبه من خراجه ومن هداياه وأرسل مع الجواب أموالا جزيلة جليلة وجوهرا نفيسا فلما رأى الملك ذلك قنع به وكف عنه فأقام الوليد بمصر فاستعبد أهلها واستباح حريمهم وأموالهم مائة وعشرين سنة فأبغضوه وشتموه وأنه ركب في بعض الأيام متصيدا فألقاه فرسه في هوة من الأرض فقتله وأراحل له الناس منه وكان ابنه وريا ينكر فعله ولا يرضاه منه فلما هلك عمل له نوسا قرب الأهرام وقيل إنه دفن في أحد الأهرام ثم ملك بعده ابنه وريا مصر وهو فرعون يوسف عليه السلام والقط تسميه نهراوس فجلس على سرير الملك وكان عظيم الجسم جميل الوجه عقلا متمكنا من العلم فدخل عليه الناس وهنأوه ودعوى له فتكلموا بجميل ومنى الناس ووعدهم بالإحسان وأسقط عنهم الخراج ثلاث سنين فدعوى له وأثنوا عليه وشكروا فأمر بفتح الخزائن وفرق ما فيها على الخاص والعم ممن حضر مجلسه فخرجوا عنه شاكرين له محبين فيه فملك وأحسن وعدل بين الناس فوضع على رأس السلطة رجلا من أهل بيته يقال له المعين وهو الذي يسميه أهل الأثر العزيز وكان من أولاد الوزراء وكان العزيز عاقلا متمكنا من عقله حصيف الرأي كثير نزاهة النفس يحكم بالعدل والصلاح وأمر أن ينصب له في قصر الملك سرير من الفضة يجلس عليه وكان يغدو ويروح إلى باب الملك ويخرج العمال وجميع الوزراء والكتاب بين يديه عند مسيره وعند رجوعه فقام بمهم الحكم كلها وأصلح جميع الأمور ونشر الأمن والرخاء بين الناس وأقام السوق العدل والملك هراوس منغمس في لذاته معتكف على لهوه لا ينظر في عمل ولا يفكر في أمر ولا يخاطبه أحد فأقام لذلك حينا من الدهر والبلد عامر وخراج البلاد كثير يقال إنه بلغ في وقته تسعة وتسعون مليون مثقال فجعلها أقساما فما كان له ولنسائه ولمائدته حمل إليه وما كان في أرزاق الجيوش والكهنة والفلاسفة وأصحاب الصنائع ومصانع البلد وإصلاح العقار والحرث والغرس وأصحاب المهن حمل إليهم وما زاد عن ذلك كله حمل إلى خزائن الملك في قصره وانهراوس مع ذلك غير ناظر في شيء من ذلك ولا سائلا عنه وقد صنعت له عدة متنزهات على عدد أيام السنة فكان في كل يوم في موضع منها فإذا كان من الغد انتقل إلى مكان آخر وفي كل مكان فرش وزينة غير الموجودة في الأماكن الأخرى بمعنى أنه عاش في قمة الطرف فلما وصل هذا الأمر إلى ملوك النواحي طمعوا فيه واستضعفوه فقصده رجل من العمالقة يقال له عابد بن سجوم ويكن بأبي قبوس فصار قاصدا إلى مصر حتى نزل على حد من حدودها للاستيلاء عليها فأرسل إليه العزيز جيشا وجعل عليه قائدا يقال له دوناس فقتله ذلك الملك وهزم عسكره ودخل حدود مصر فهدم أعلاما ومصانع كثيرة واشتد طمعه في مصر ووصل خبره لأهل مصر فأعظموا ذلك وأكبروه واجتمعوا إلى العزيز فأمرهم أن يسيروا إلى قصر الملك فذهبوا إلى قصر الملك وجعلوا يصيحون ويستغيثون فسمعهم نهراوس فسأل عن حالهم فأخبروه عن العمالقي أبي قبوس وأنه قد دخل حدود مصر وعث فيها وأفسد مزارعها وغير مصانعها وهدم أعلامها وأنه مقبل ببيوشه يريد قصر الملك فارتع لذلك وانتبه من غفلته وتذكر القط أنه سمع نياح الجن على أبيه فارتع لذلك فجمع جيشه وأصلح أمره وخرج إلى العمالقي وهزمه شر هزيمة واتبعه إلى حدود الشام وقتل الكثير من جيشه ودمر الكثير من بيوت العمالي وأسر الكثير منهم وأعدم قادتهم وقال البعض أنه بلغ الموصل وضرب على أهل الشام خراجا وبنى مدينة العريش وشحنها بالرجال وملأ تلك النواحي بالجنود وعاد إلى مصر فلما فعل ذلك هابته الملوك وفزعوا منه وعظموه وهادوه وصالحوه ولما استقر بمصر حشد جنوده من جميع الأماكن واستعد لغزو ملوك الغرب فخرج في تسعمائة ألف مقاتل فوصل الخبر لملوك الإفرن فمنهم من تنحى عن طريقه ومنهم من دخل في طاعته ومنهم من قاتله ودمره وأباد كل الأمم التي رفضت الخضو علىه وسيطر على أوروبا كلها ومر بأرض البربر فضمها إلى إمبراطوريته وأرسل قائدا يقال له موريتس فركب في سفن كثيرة وأخذ سواحل البحر فقتل بعض البربر ودخل أرضهم وصالحه بعضهم وحملوا إليه الأموال وسار الملك إلى شمال إفريقية فخفوا منه وصالحوا ودفعوا له الأموال للكثيرة التي حملوها إليه وسار بجيشه حتى بلغ مصب البحر الأخضر إلى بحر الروم وعمل هناك تمثالا من نحاس وكتب عليه اسمه والتاريخ وسبب فتحه لتلك البلاد وضرب على أهل تلك النواحي خراجا فلم يمر بموضع إلا خرج إليه أهله وأهدوه الهدايا ودخلوا في طاعته خوفا من بطشه ومشوا بين يديه وذهب إلى ناحية الجنوب فمر بناحية الكفاس وهي أمة عظيمة فحاربوه فقتل منهم خلقا كثيرا وبعث قائدا له إلى مدينة على ساحل البحر المظلم فخرج إليه ملك هذه المدينة وأهلها يسألونه من هو وماذا يريد فعرفهم القائد بحال الملك الريا وإذعان الملوك له ومصالحتهم إياه فقالوا له أما نحن فلم يصل أحد إلينا قبل ذلك ولن نقاتل أبدا وأخربوا إليه مالا وجواهر وصالحوه على مدينتهم فقبل ذلك منهم وسألهم هل ركب هذا البحر المظلم أحد من قبل فقالوا جميعهم إنه لا يستطيع أحد أن يركبه وأخبروه أنه ربما أظله الغمام فلا يرونه أياما وسار على أمم السودان حتى بلغ إلى مملكة تزموم الذين يأكلون الناس فخرجوا إليه عراط بأيديهم حراب الحديد وخرج ملكهم على دبة عظيمة الجسم لها قرون وكان ضخما أحمر العينين فصبر للحرب صبرا عظيما ثم ظفر به الريا فانهزموا في أوحال وأدغال وغيران وجبال وعرة فجاوزهم إلى قوم على شكل القرون لهم أجنحة خثاف يلتفون بها من غير ريش ومر على البحر المظلم فلما أمعن في السير فيه غشيهم منه غمام فرجع عنه حتى انتهى إلى جبل النبارس فرأى فوقه تمثالا من حجر أحمر يمئ بيده أن ارجعوا على صدره مكتوب لا يوجد ورائي أحد وحاول أن يصل إلى مدينة النحاس ولكنه لم يستطع ثم مضى في الوادي المظلم فكانوا يسمعون منه جلبة عظيمة ولا يرون شيئا منه لشدة ظلمته ثم سار حتى انتهى إلى وادي الرمل فرأى هناك تمثيل كثيرة عليها أسماء الملوك قبله فأقام بجانبهم تمثالا له عليه اسمه فلما تخطى وادي الرمل وصل إلى الخراب المتصل بالبحر الأسود المظلم فسمع جلبة وصياحا هائلا فخرج مع مجموعة من أصحابه الشبعان يتبعون ذلك السياح حتى شاهدوا سباع عظيمة الحجم شكلها غريب مخزومة الأنوف تتقاتل فيما بينها فيأكل بعضها بعضا فعلم أنه لا يستطيع أن يمر من خلالها فذهب من طريق آخر فمر بأرض العقارب فأهلكت بعض من جنوده فرجعوها عن أنفسهم بالنار وبالسحر والطلاسم التي كانوا قد عرفوها حتى جاوزوها وسار حتى انتهى إلى أرض سلقة وكانت بها حية كبيرة جدا فرأوها ممتدة فظنوها ميتة فهجموا عليها فوجدوها حية فرجعوا عنها هاربين وتعوذوا منها بالسحر والطلاسم ويزعم القط أنه سحرها ومنعها من الحركة وتركها على حالها فلم تتحرك حتى هلكت ويقال إن طول هذه الحية ميل وإنها كانت قادرة على ابتلاع الفيلة وسار إلى مدينة الكن وهي مدينة الحكماء وعندما شاهدوه قادما مع جيشه الكبير هربوا إلى جبل شديد الوعورة صعدوا إليه من داخل مدينتهم من مواضع لا يقدر هو والأصحابه على الصعود فيها فصار خلفهم حتى انتهى الماء وكاد أن يهلك هو وجيشه عطشا فنزل إليه رجل منهم يقال له مدوش وكان من أفاضل الحكماء وكان شعره طويلا جدا حتى غط جسده بالكامل فقال له أيها الملك المغرور أين تريد وقد مد لك في الأجل ورزقت فوق الكفاية ففيما تتعب نفسك وجيشك هلا قنعت بما تملكه وتوكلت على خالقك الذي وهبك الغنى وأعانك بهذا الخل فعجب نهراوس من قوله وسأله عن الماء فدله عليه وسأله أين يختبئون قال نحن في موضع لا يصل إليه أحد قال كيف تأكلون قال من نبات رزقنا الله به يكفينا ولا نحتاج غيره قال فمن أين تشربون قال من غدران لنا في الأرض يكتمع فيها الماء من الأمطار والثلو قال فلم هربتم منا قال لا نريد بواركم ونزهد في مخالطتكم وكراهة لقربكم وليس خوفا منكم قال فأين تكونون إذا حميت الشمس قال في غيران لنا تحت هذا الجبل قال فهل تحتاجون إلى مال أخلفه لكم قال إنما يحتاج إلى هذا المال أهل البذخ ونحن لا نحتاج إليه فاستغنينا عنه بما قد اكتفينا به ومع ذلك فإن الله قد رزقنا ما لو رأيته لحتقرت ما عندك قال فأرينيه قال تعال معي فذهب معه الملك وبعض من قادة الجيش حتى وصلوا إلى أرض في سفح الجبل الذي يقفون فوقه فرأوا فيه قطبان من الذهب والكثير من حجارة الزبرجد والفيروس فأمر نهراوس أصحابه أن يحملوا ما يشاءون من تلك الحجارة والذهب ويحملوا منها ما يقدروا عليه ففعلوا ورجع بهم إلى مصر ثم سار منها إلى منف فلم يبق من أهلها أحد إلا خرج إليه مع العزيز وتلقوه بأصناف الطيب والريحين والبخورات والملاهي وغرائب الألعاب وكان العزيز قد بنى له مجلسا من الزجاج الغريب الأبيض للصنعة الملون وجعل فيه قبة من زجاج سماوي وجعل أرضه من الزجاج الشفاف فلما دخل منف أنزله العزيز في ذلك المجلس وأقام الناس أياما في لهو وسرور يأكلون ويشربون وعندما تفقد جيشه اكتشف أنه خسر سبعين ألف جندي وقد كانوا خرجوا في تسعمائة ألف وكانت غيبته أحد عشر عاما ولما سمع الملوك بغزواته وما غلب من الأمم وما فتح من البلاد هابوه وخفوه لشدة بأسه وعظيم سلطانه وتدبر نهراوس فبن في الجانب الغربي قصورا من رخام وكان يقيم فيها أياما كثيرة وزاد من فرض الضرائب وقام بإنشاء العمران والطرق على أفضل ما يكون وأمر بإصلاح الجسور وشق الترع والتحكم في مياه النيل وزاد من مساحة الأراضي المزرعة حتى أغنى العباد وزاد الرخاء في البلاد وقالت القبط إن في مدته دخل البلد غلام من الشام له إخوة يحصدونه فاحتلوا عليه حتى بيع من تجار يقصدون مصر ونادى التجار على الغلام لبيعه وهو يصف الصديق عليه السلام فبلغ وزنه ذهبا ووزنه فضة فاشتراه العزيز ليهديه للملك فلما أتى به إلى منزله رأته زليخا امرأته وكانت ابنة عمه فقالت له أتركه عندنا نربيه ففعل وكان من أمره معها وعشقها له ما قصه الله تعالى في كتابه وكانت تكتم حبها عنه حتى غلبها الأمر فتزينت له وجاءته وصارحته بعشقها له وأنها ستطوعه في كل ما يريده منها وأنها لابد لها منه وأغرته بمال عظيم فرفض فزادت في أغرائها له وزاد في رفضه لها فهجمت عليه ولم تزل تعاركه وهو يمتنع إلى أن دخل زوجها عليهم فوجده يحاول للهروب منها وكان العزيز عنينا لا يأتي النساء فقال لهما ما هذا فظل يوسف عليه السلام يعتذر إليه وقالت هي كنت نائمة فأتاني يراودني عن نفسي ففطن العزيز أن الأمر كان منها فقال اليوسف عليه السلام أعرض عن هذا أي توقف عن اعتذارك وقال لزليخ استغفري لذنبك فإنك قد أخطأتي ووصل خبر يوسف وجماله للملك وأن العزيز ابتاعه له فلما سأل عنه كان العزيز يماطل في إجابته حتى يحتفظ بالغلام لنفسه وظل على ذلك حتى نس الملك أمر يوسف وكان نهراوس قد عود الإنعكاف على اللذات والاحتجاب عن الناس وأمور المملكة وهذا لأن العزيز قد كفاه من أمر المملكة والرعية وانتشر خبر زليخة مع يوسف عليه السلام حتى وصل إلى نساء الصفوة في المملكة وبدأوا في معايرتها به فكيف تحب امرأة العزيز خادما لديها فأحضرت منهن جماعة وجهزت لهن طعاما فلما أكلنه أحضرت لهن شرابا وقدمت بين أيديهن فاكهة كثيرة وسككين صنعتها من الجواهر وقالت لهن أقطعن من هذه الفاكهة بهذه السككين ثم أمرت المواشط بتزيين يوسف عليه السلام وإخرابه إلى المجلس الذي كانت تجلسه فيه والنسوة للشراب وكانت الشمس في ذلك الوقت محاذية لذلك المجلس فأخذته المواشط ونظمنا شعره بأصناف الجواهر وألبسناه ثوب ديباج أصفر منسوج بدوائر مذهبة وعدلنا شعره على جبينه إلى قرب حاجبيه فلما فرغ النسوة من أكلهن وجلسنا للشراب وأحضرت الفواكه وسقطهن أقضاحا دفعت إليهن السككين وقالت لهن قد بلغني ما تكلمتن فيه من أمري مع عبدي فقلن لها إن الأمر على ما بلغك إلا أنك أعلى عندنا قدرا من هذا ومثلك يرتفع عن أولاد الملوك لحسنك وشرفك وعقلك فكيف كنت ترضين بعبدك قالت لهم لا تعرفون الحقيقة إذن وإن كنت قد فعلت ذلك فلأنه يستحق وأشارت إلى المواشط بإخراجه فرفعت سطور المجلس الذي يحاذي مجلسها وأقبل يوسف عليه السلام وهن ينظرون إليه محاذيا للشمس فأشرق المجلس وما فيه بوجه يوسف عليه السلام وأرسل مع نور الشمس شعاعا فكاد يخطف بصارهن وأقبل يوسف عليه السلام وهن ينظرون إليه في دهشة حتى وقف عندهم وكاد وقتها عقلهم يطير من شدة جماله وقد وضعنا تلك السككين على أيديهن وأصابعهن فقطعناها مكان الفاكهة وهم لا يشعرون بذلك ولا يجدون ألما وهي تكلمهم فلا يفهمنا كلامها للذي يدهشهن من النظر إلى وجه يوسف عليه السلام فقالت لهن زليخ ما لكم قد انشغلتم عن فهم كلامي بالنظر إلى عبدي فقلنا معاذ الله أن يكون هذا عبدك أو يكون هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ولم تبق منهن واحدة إلا وقد أحبته فقالت لهن زليخ عند ذلك فهذا الذي لمتنني فيه فقلنا لها ما ينبغي لأحد أن يلومك بعد هذا ومن لامك فقد ظلمك وقالت لهم أريد منكن أن تخاطبوه عني مرة بالترغيب وإن رفض فخاطبوه عني بالترهيب فكانت كل واحدة منهن تدعوه إلى نفسها سران وتحاول معه بكل الطرق وهو يمتنع فإذا قطعت رجائها منه لنفسها حينئذ تكلمه عن زليخة وقالت له مولاتك تحبك وأنت تكرهها وما ينبغي أن تخالفها وهي تبلغك إلى أفضل المنازل وتعطيك من الأموال والجواهر فوق ما يرضيك فيقول ما لي بذلك من حاجة فلما رأينا ذلك منه أجمعنا على أخذه غصبا فقالت زليخة ما يجوز ذلك ولا يمكن ولكنه إن لم يفعل لأمنعنه اللذات وسأمنع عنه كل ما أعطيته ثم سأسجن فقال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي فأقسمت بإلهها وكان صنما من زبرجد أخضر باسم عطارد أنه إن لم يفعل ما تطلبه منه فسوف ترسله للسجن ثم أمرت بنزع ثيابه وألبسته الصوف وسألت زوجها أن يحبسه لها ليزول عنها ذكرها به فمال إلى قولها لألا يظن الناس بأهله القبيح وعسى أن ينفي عنها القالة بذلك فأمر بحبسه فحبس فأقام في السجن بضع سنين ورأى الملك في منامه كأن آتيا أتاه فقال له إن فلانا وفلانا قد عزم على قتلك وكان من يعدان طعامه وشرابه فلما أصبح سألهما هل كنتم تريدون قتلي اعترف أحدهما وأنكر الآخر فأمر بحبسهما وكان اسم صاحب الشراب مارتيس وكان يوسف عليه السلام برا رؤوفا بأهل السجن يصبرهم ويعذهم ويعدهم بالفرج ويفسر أحلامهم إلى أن أخبره صاحب طعام الملك وصاحب شرابه برؤياهما كما جاء في القرآن فلما خرج من السجن وحدث كما أخبرهما أن قتل أحدهما وهو الذي اعترف ونجى الآخر الذي لم يعترف وهو صاحب الشراب ولما رأى الملك في نومه البقارات والسنابل وأراد أن يفسر أحد رؤياه عرفه الساقي خبر يوسف عليه السلام فأرسل إليه في السجن ففسرها له وقيل إن الملك قال للرسول اسأله عن الرؤيا قبل أن تقصها عليه ففعل فقال الملك عند ذلك فجئني به فرجع الرسول إليه ليخرجه ويحمله إلى الملك فقال له يوسف عليه السلام لن أخرج حتى يكشف الملك عن أمر النسوة التي قطعن أيديهن وحبست من أجلهن فأمر الملك في الوقت فأحضرت زليخة والنسوة وسألهم عن ما حدث وأقرت زليخة والنسوة بالحقيقة فأمر الملك بخروجه من السجن وألبسه أجمل الثياب فلما دخل على الملك ورآه امتلأ قلبه من حبه فأنزله وأكرمه وسأله عن الرؤيا ففسرها له كما قال الله عز وجل في كتابه فقال الملك ومن يقوم بذلك فقال له يوسف عليه السلام أنا فإني به عليم فألبسه الملك تاجه وأمر أن يطاف به وتسير الجيوش معه ويرد إلى قصر الملك ويجلس على سرير العزيز فكان ذلك واستخلفه الملك مكانه وسماه العزيز وقال البعض أن العزيز كان قد هلك قبل ذلك فتزوج يوسف عليه السلام امرأته فلما خل بها قال لها أليس هذا أفضل مما كنت تريدين فقالت له إن زوجي كان عنينا ولم تراك امرأة إلا وأحبتك بسبب حسنك وهيبتك فأقام يوسف عليه السلام يدبر ملك مصر كيف شاء وجاءت سنين الخصوبة فأخذ يوسف غلاتها فخزن أكثرها في سنابلها واشترى الغلات الجسيمة وأكثر غلات الناس وخزن من ذلك ما لا يحصر قدره ثم جاءت سنين الجدب وبدأ النيل في النقصان فكان ينقص في كل سنة أكثر من نقصانه في السنة التي قبلها فغلت الأسعار حتى بيعت الطعام بالجواهر والمال والثياب والآنية والعقار وكاد أهل مصر أن يرحلوا عنها لو لا تدبير يوسف عليه السلام وقحط أهل الشام فكان من قصة إخوة يوسف ما قصه الله تعالى في كتابه وأرسل يوسف إلى أبيه فأتوا به إلى مصر وجميع أهله وخرج في وجوه أهل مصر فتلقاه وأدخله على الملك فأحبه الملك وأكرم فقال له يا شيخ كم عمرك وما صناعتك وما الذي تعبده فقال له أما عمري فمائة وعشرون سنة وأما صناعتي فلنا غنم نرعاها فنحن ننتفع بها ونعيش منها وأما الذي أعبده فرب العالمين وهو رب آبائي وآبائك وإله وإله وإلها كل مخلوق وخالق كل شيء وكان في مجلس الملك كاهن عظيم القدر عندهم يقال له في ناس فلما سمع قول يعقوب عليه السلام ضاق به ذرعا وقال لهراوس بلغتهم إنه يجري خراب مصر على يد ولد هذا يقصد نبي الله موسى فقال له له نهراوس فبين لنا خبره قال في ناس ليعقوب عليه السلام إن كل إله لا تراه العيون فليس بشيء فغضب يعقوب عليه السلام وقال كذبت يعدو الله وطغيت في هذه الدنيا إن لها تعالى شيء وليس كالأشياء وهو خالق كل شيء لا إله غيره قال فصفه لنا قال إنما يوصف المخلوق لا الخالق عز وجل لأنه ارتفع عن الصفات فهو واحد قديم أول أزلي قاض بكل شيء مدبر لكل شيء بلا كيف هو حاضر في كل مكان لم يعزب عن علمه مثقال ذرة في ظلمات البحر ولا أعماق الأرض ولا في أطباق السموات وهو يرى ولا تراه العيون ولا يحيط به فكر ولا يحويه مكان وكان قبل المكان والزمان وخلق المكان والزمان ثم قام يعقوب عليه السلام غاضبا ليخرج فأجلسه الملك وأمر في ناس أن يكف عنه ويتكلم في غير ذلك قال كم عدد من دخل معك من الرجال قال ستون رجلا قال في ناس للملك كذلك نجد في كتبنا أن خراب مصر يجري على يد قوم يدخلون مصر في هذا العدد من الشام من صنف هؤلاء قال الملك أن يكون ذلك في أيامنا قال لا ولكن إلى أمد بعيد ولكن الصواب أن يقتله الملك ولا يستبقي من ذريته أحدا قال الملك نهراوس إن كان الأمر كما تقول فلا يمكننا دفعه ولا علينا منه ضرورة إذا لم نخاف أن يحدث ذلك في زمننا أن نقتل هؤلاء القوم ظلمان وهم يذكرون أمر إله عظيم وغيرنا ممن يخاف أن يدور ذلك عليه أحق بالنظر فيه وقد قبل قلبي قول هذا الرجل وأعجبني أمره وهو شيخ جليل القدر وليس إلى إذايته سبيل فخاطبه بلينا الكلام وناظره إن شاء مناظرتك فجرت بين يعقوب عليه السلام وفي ناس بعد ذلك مخاطبات لين له فيها القول وظهر فيها يعقوب عليه السلام عليه وأحب يعقوب أن يعرف خبر مصر ومدائنها وعجائبها وسحرها وطلسماتها فسأل عن قليل ذلك وكثيره في ناس عند خلوته به واستحلفه أن لا يكتمه شيئا منه فوصف له ذلك كله وبينه وشرح غرائبه حتى لم يخفي عن يعقوب عليه السلام شيئا منها فأقام يعقوب بمصر ونهراوس يجله ويعظمه إلى أن حضرته الوفاة فأوصى أن يحمل إلى مكانه في الشام فوضعوه في تابوت وخرد معه يوسف عليه السلام ووجهاء أهل مصر حتى بلغوه إلى موضعه ودفن فيه عليه السلام وأقام يوسف بمصر وولد له فيها ويقال إن نهراوس آمن بيوسف عليه السلام وكتم إيمانه خوفا من فساد ملكه وملك نهراوس مائة وعشرين سنة وفي وقته عمل يوسف عليه السلام ألف يوم لابنة الملك وكان أهل مصر قد تنقصوا الملك وقالوا قد كبر وذهب عقله فأخبره يوسف عليه السلام بذلك فقال انهراوس ما أبالي ولكني قد وهبت لابنتي ناحية كذا وكذا وهي مغايد مياه ومروم وأحب أن أدفع عنها صبيب المياه وأخرج عنها ما حصل فيها حتى ترجع أرضا عامرة فعمل في ذلك واحكم ما يمكن فخرج يوسف عليه السلام وأخرج المياه منها وبنى جسورها وقلع أدغالها وردها أرضا عظيمة العمارة جسيمة الغلة وهي أرض الفيوم وفرغ من ذلك كله في مدة قليلة فعجب الناس من فتنة الملك وحكمة يوسف عليه السلام ثم مات نهراوس واستخلف ابنه دريموس ويسميه أهل الأثر داروم بناري وهو الفرعون الرابع عندهم ولما حكم خالف سنة أبيه وكان يوسف آمرا عليه لأن أباه أمره بذلك وأكد عليه فيه فكان يوسف عليه السلام يصوب له أفعاله فأحيانا يقبل منه وأحيانا يخالفه وظهر في وقته معدن فضة على بعد ثلاثة أميال من النيل فأثار منه شيئا عظيما وعمل منه صنما على اسم القمر أقامه على قصر الرخام الذي كان أبوه بناه في شرقي النيل ونصب حوله أصناما كلها من فضة وألبسها الحرير الأحمر وعمل للصنم عيدا في كل شهر وهو إذا دخل القمر بالسرطان وكان ينتقل إلى مواضع شتى يتنزه وكلما أراد أن يضر الناس منعه يوسف عليه السلام من ذلك ويدفعه عن رأيه بكل طريقة ممكنة إلى أن مات يوسف عليه السلام وله مائة وثلاث وعشرون سنة فأمر به درنف كف في ثياب الملوك ووضع في تابوت من رخام ودفن في الجانب الغربي من النيل فازداد خيره ونقص في الجانب للشرقي فأخرج تابوته من الجانب الغربي ونقل إلى الجانب الشرقي فزاد الخير في الجانب الشرقي ونقص في الجانب الغربي فاتفقوا على أن يجعلوه في الجانب الغربي سنة وفي الشرقي سنة ثم دفنوه في وسط النيل وتركوه هناك فأخصب الجانبان معا وقيل إن درم عين بلاطس الكاهن خلفا ليوسف عليه السلام فكان بلاطس يسمح له ما كان يوسف عليه السلام يمنعه عنه وساعده على أذى الناس وأخذ أموالهم فبلغ بهم من ذلك مبلغا كبيرا فكان لا يسمع بامرأة حسناء إلا وأخذها غصبا وعدوانا وانتشر ذلك في المملكة واضطرب الناس من فعله فخاف بلاطس أن يفسد أمن المملكة ويضيع الملك من فعله فدخل إليه بلاطس وأشار عليه أن يتودد إلى الناس ويعتذر منهم ويرد نساءهم فأمره الملك أن ينادي في الحضور ثم لبس أفخر ثيابه وأدخل الناس عليه فشكوا له ما حل بهم فاعتذر لهم وأسقط عنهم خراج ثلاث سنين ثم أمر بعمل قصر من خشب فيه عجائب كثيرة وكان يركب فيه هو ونساؤه وحشمه ورجع إلى ما كان عليه من ابتزاز النساء ونهب الأموال إلى أن ركب في ذلك القصر يوما فلما كان في بعض الليالي وقد أحضق النيل بالبلد وكان الماء من الجبل إلى الجبل وامتد القمر على الماء وهو في قصره الخشب فركب مركبا لطيفا مع ثلاثة نفر من خدمه ومرأة أبيه للساحرة فلما توسط البحر هاجت ريح عاصفة فانقلب المركب وغرقه ومن معه وأصبح الناس لا يعرفون مصيره إلى أن وجدت جثته بمدينة شطنوف فعرف بخاتمه وبجواهر كان يتقلد بها فحمل إلى منف وقدم الوزير ابنه معسيوس وأجلسه على سرير الملك وكان صبيا فبايع له الجيش وأسقط عن الناس الخراج الذي كان أبوه سقطه وزادهم سنة وضمن لهم الإحسان فأطعوه ورد عليهم نساءهم وهو خامس الفراعنة وكان في زمنه طفان كبير وقع ببعض الأقاليم بمصر وكان وزير أبيه بلطس قد هلت فاستوزر كاهنا يقال له أملادت وهنا رأى أن الإسرائيليين مختلفين عن المصريين في المعتقد والأصل فقطع لهم ضاحية خاصة بهم في جنوب العاصمة منف وعمل الإسرائيليين لأنفسهم معبدا كانوا يتلون فيه صحف إبراهيم عليه السلام وأن رجلا من أهل بيت المملكة عشق إمرأة من الإسرائيليين وأراد أن يتزوجها فرفضوا ذلك وفي هذا الوقت بدأت الأحداث تسير بشكل مختلف فلقد تغلب أحد ملوك الكنعانيين على الشام وامتنع أهله أن يحملوا الضريبة إلى ملك مصر ولأول مرة تخرج الشام من تحت سيطرة الإمبراطورية المصرية لتذهب تحت سيطرة بلاد الرافدين وهنا تغير عقل وتفكير مع زيوس وأقبل على ملازمة الهياكل والتعبد فيها فأعظم الناس أمره فتجبر في نفسه وأمر الناس أن يسموه ربا وترفع أن ينظر في شيء من أمر المملكة فجمع الناس وقال لهم قد رأيت أن أجعل أمر المملكة إلى ابن إقسامس وأكون أنا من ورائه إلى أن يغيب شخصي عنكم كما وعدتكم فرضوا ذلك وقالوا الأمر أمر الملك ونحن عبيده فأجلس أقسامس على سرير الملك وتوجه بتاج أبيه فكان خير حاكم حيث أوسع على الناس في رزاقهم وعلى أمره وطال ملكه وعمل مدنا كثيرة أسفل الأرض وعجائب كثيرة يطول ذكرها ويقال إن بختنصر لما احتل مصر أخذ من أعماله عجائب كثيرة ونقلها لبابل كانت أول سبع سنين من توليه الحكم على أفضل ما يكون وأصلح حال ومات وزير أبيه فاستخلف رجل من أهل بيت المملكة يقال له طلمة ابن قومس وكان شجاعا كاهنا حكيما متصرفا في كل شيء وكانت نفسه تنازعه الملك قيل هو من ولد أشمون وقيل من ولد ولد وقيل من العمالقة وكان يقوم بأمر البلد كما كان العزيز مع الوليد وهو فرعون موسى عليه السلام نعم هو ليس مصري ولكن حقيقته ليست كما علموكم فلا وجود للهكسوس ولا وجود للعجلات الحربية المزعومة ولا لملك اسمه أحمس اسمعوا قصة فرعون موسى الحقيقية كاملة لقد كان عطارا بمدينة أصبهان فأفلس وركبه الدين فخرج هاربا من الدين وذهب إلى الشام فلم يستقم حاله فجاء إلى مصر فرأى على باب المدينة حملة بالطيف فسأل عن سعره فقيل بدرهم فدخل المدينة فسأل عن سعره فقيل له كل بطيخة بدرهم فقال من هنا أقضي ديني فاشترى حملا بدرهم وأتى المدينة فنهبه البوابون فما بقي معه إلا بطيخة واحدة فباعها بدرهم فقال ما هذا ما هنا أحد ينظر في مصالح الناس فقالوا ملكنا مشغول بلذات نفسه وفوض الأمر إلى الوزير ولا ينظر في شيء فخرج فرعون إلى المقابر فكان لا يسمح لأحد بأن يدفن إلا إذا أخذ من أهله خمسة دراهم فأقام على ذلك مدة لم يتعرض له أحد فماتت بنت الملك فقال هتو خمسة دراهم فقالوا ويحك هذه بنت الملك فقال هتو عشرة دراهم فلم يزل يضعفها إلى أن وصلت إلى مائة درهم فأخبروا الملك بحديثه قال ومن هذا قالوا عاملوا للأموات فأرسل إلى الوزير فسأله عنه فأنكر معرفته به فأحضره الملك وقال من أنت فأخبره بأمر البطيخ وقال ما عملت عامل الموت إلا ليصل خبري إلي وتحضرني لأنصحك لتستيقظ من نومك وتحفظ ملكك وإلا ذهب عنك فاستوزر فصار في الناس سيرة حسنة وفي زمانه شكي القبط إليه حال الإسرائيليين فقال هم عبيدكم ففعلوا بهم ما بدى لكم فكان القبطي يضرب الإسرائيلي فلا يحاسبه أحد وإن ضرب الإسرائيلي القبطي قتل وبنى في زمانه مدنا كثيرة وأعلاما ومصانع وطلسمات ومن أعجب ما صنع التنور الذي يشوى فيه بغير نار مثل المايكرويف حاليا والسكين تنصب فإذا رآها شيء من البهائم أقبل عليها حتى يذبح نفسه بها مثل المجزر الآلي في زمننا والماء الذي يتحول إلى هواء وأشياء من السحر الشديد فصلح أمرل المملكة في زمن وزارته وأحبه الناس فعمل معالم كثيرة وعمر الخراب وبنى مدنا كثيرة ورأى في نجومه أنه سيكون هناك جدب وشدة بسبب نقصان النيل فاستعمل ما استعمله نهروس في زمن يوسف عليه السلام وبنى الهياكل الكبيرة وقيل إن منارة الإسكندرية بنيت في زمانه وفي زمانه هاج البحر المالح فأغرق كثير من القرى والأخبية والمصانع وحكي أن أقسام استغيب عن الناس مدة وقيل أنه مات وكتموا موته وكان قد حكم 31 سنة منهم 11 سنة يدبر أمور المملكة طلم الكاهن ولما افتقد الناس الملكة اتطرب وتغيروا على طلم ووصلهم أنه قد سمه وقتله فقالوا لا بد لنا من أن نرى الملك فخرج عليهم طلم وقال لهم أن الملك قد تخلى عن الحكم وولى ابنه لاطس فما قبلوا منه ذلك وأمر الجيش فأجبر الناس على القبول بولاية لاطس لحكم المملكة بقوة السلاح وجلس لاطس على سرير الملك ولبس التاج وكان جريئا فوعد الناس جميلا وقال أنا مستقيم لكم ما استقمتم وإن ملتم عن الواجب ملت عنكم وألزم الناس أعمالهم وعزل الكثير من رجال المملكة وأتى بآخرين مكانهم وعزل طلم ابن قومس من الوزارة واستخلف مكانه رجلا يقال له لهوك ودفع إليه خاتمه وكان كاهنا وأرسل طلم حاكما على الصعيد وأرسل معه جماعة من الإسرائيليين وجدد بناء الأعلام وأصلح الهياكل وبنى قرى كثيرة واكتشفت في زمانه معادن كثيرة وكنوس وكان محبا للناس ثم تجبروا وعلى وأمر أن لا يجلس أحد في قصره أبدا لا كاهن ولا غيره بل يظلوا واقفين على أربلهم إلى أن ينصرفوا وزاد في أذى الناس والعنف بهم ثم جمع أموالهم وكنزها وقام باختطاف النساء من أسواجهم لنفسه وعلى على الناس بسطوته وفضاضته واستعبد بني إسرائيل وقتل جماعة من الكهنة فبغضه الخاص والعم وهنا سأقول لكم معلومة ستسمعونها لأول مرة في حياتكم ففرعون موسى قاد أول محاولة انقلاب عسكري في التاريخ كله حيث قام بحشد جيش كثيف من الصعيد الذي ارسله بلاطس لتولي شؤونه وخرج إليه بلاطس بجيش كبير أيضا فانتصر طلمى وأسر بلاطس وقتله وسار حتى دخل من فعث فيها وهنا تحول طلمى ابن قومس من تاجر مديون هارب إلى أشهر شخصية مجرمة في التاريخ إلى فرعون مصر ولكنه لم يكن كذلك في بداية حكمه تعالوا نتعرف على قصة فرعون وموسى كما ذكرها التاريخ الحقيقي وكان طلمى فيما يحكى عنه قصيرا طويل اللحية أشهل العينين صغير العين اليسر في جبينه شامة وأنه كان أعرض ولما أصبح ملكا اضطرب الناس عليه لأنه خان ملكين من ملوكهم بلاطس وأبيه من قبله ولأنه ليس مصري وليس دمائه ملاكية فبذل الأموال في ترغيب من أطاعه وقتل من خالفه فاستقام له الحكم وكان أول ما عمله أن رتب المراتب في الجيش وشيد الأعلام وبنى المدن وخندق الخنادق وعمل بناحية العريش حسنا وكذلك على حدود مصر واستخلف هامان كبيرا للوزراء ووجد بعض الكنوز وصرفها في بناء المدائن والعمارات وحفر خلجانا كثيرة ويقال أنه الذي حفر خليج السودوس وبلغ الخراج في وقته 67 مليون درهم وكان ممن صحبه من الإسرائيليين رجل يقال له وهو عمران أبو موسى عليه السلام فجعله حارسا لقصره يتولى حفظه وإغلاقه بالليل وكان قد رأى في كهانته أنه يجري هلاكه على يد مولود من الإسرائيليين فمنعهم المناكحة ثلاث سنين لأنه رأى أن ذلك المولود يكون فيها وأن امرأة عمران أتته بعض الليالي بشيء أصلحته له فوقعها فحملت بهارون ثم وقعها في السنة الثالثة فحملت بموسى عليهما السلام فرأى في كهانته أنه قد حمل بذلك المولود فأمر بذبح المولودين الذكور من بني إسرائيل ولم يتعرض لإمري لقربه منه ولحراسته قصره إلا أن موسى كان من أمره ما قصه الله عز وجل في كتابه من أمر التبوت وقف أمه له في النيل إلى أن وصل إلى تحت قصره وأخذ زوجة فرعون له واسترضاعها لأمه والآن مع المعلومة الثانية التي من المؤكد أنكم لم تسمعوا بها من قبل ورباه فرعون إلى أن كبر وعظم شأنه ورفع فرعون من شأن موسى كثيرا حتى جعله أحد قادة جيشه الكبار وكانت له سطوة ثم وجهه لغزو الكوشانيين وكانوا قد عثوا في أطراف مصر فخرج في جيش كثيف ورزقه الله النصر فقتل منهم عددا كبيرا وأسر عددا آخر وانصرف غانما سالما فسر به فرعون وامرأته فاستولى وهو غلام على كثير من أمر فرعون وأراد أن يستخلفه في حكم مصر حتى قتل رجلا من أشراف القط وكان أحد أقرباء فرعون فهرب منه وخرج إلى ناحية مديان وتزوج ابنة ثيرون وهو شعيب عليهما السلام على أن يرع غنما وأنسأه بأجلين فقضأ تمهما وأرسله الله إلى فرعون كنبي ورسول وولدت زوجته فذهب يقتبس لها نارا فكلمه الله تعالى في جبل الطور وقال له اذهب إلى فرعون وأيده بأخيه فترك زوجته في مكانها ومضى لرسالة ربه وولدت زوجته وموسى وأخيه غير موجودين ولا يوجد من يرعاها فأرسل الله تعالى جبريل إليها واختن ابنها وكانت الغنم تغدو من عندها وترجع إليها بغير راع وحمل جبريل عليه السلام والغلام حتى يراه موسى وهو في طريقه إلى مصر ليقبله ثم أعاده إلى أمه ومر بها رجل من أهل شعيب فردها إلى مديان وصار موسى إلى مصر وقابل أخاه هارون وكان يقتسل على شاطئ النيل فاستضاف هارون أخاه وأطعمه جلبان مطبوخا وظل يتحدثان فترة أخبره خلالها أن الله سبحانه وتعالى رسلهما لفرعون وذهبوا إلى فرعون وأقام أياما وعلى كل واحد منهما جبة من صوف ومعه عصاه التي أخذها من شعيب عليهما السلام ومنها كانت إحدى آياته فكان يأتيان في كل يوم ويجلسان ببابه فلا يصلان إلى فرعون لشدة حجابه إلى أن دخل يوما مضحك فرعون فأخبره وقال بالباب رجلان يطلبان الإذن بالدخول عليك منذ أيام ويزعمان أن إلههما أرسلهما إليك فأمر بإدخالهما وخاطبه موسى وأراه آية العصى وآيته في بياض اليد وهما آيتان من تسع وكان من خطابه إياهما قصه الله في كتابه هنا يسأل للجميع سؤالا مهما لماذا رغم جبروت وطغيان فرعون الشديد لم يقتل أنبياء الله موسى وهارون في هذه اللحظة عندما كانوا في قصره وبين يديه سأخبركم أيضا بالإجابة التي من الممكن أن تسمعوها لأول مرة في هذه اللحظة غاض فرعون أمره وهم بقتله فمنعه الله تعالى منه وشغله عنه وذلك بأن أرسل الله غيمة مسحت فوق عيونهم فأعمتهم مؤقة ثم أمر قوما آخرين بقتله فرأى كأن نارا قد أتت فأحرقتهم فازداد عليه غيظا وقال له من أين لك هذه النواميس العظام أسحرة مصر علموك هذا أم تعلمته بعد خروبك من عندنا قال هذا من نموس السماء وليس من نواميس الأرض قال ومن صاحبه قال صاحب البنية العليا قال بل تعلمتها من سحرة مصر وأمر بجمع السحرة والكهنة وأصحاب النواميس فقال لهم أروني أفضل ما تستطيعون من السحر فإني أرن ومس هذا الساحر يقصد موسى قوية جدا فعرضوا عليه أعمالهم فصره ذلك وأرسل في طلب موسى وقال له عندي من هم أفضل منه ويستطيعون فعل ما لا تستطيع أن تأتي به فوعدهم يوم الزينة وهو يوم عيد كان لهم على أن من غلب منهما اتبعه الآخر وكان جماعة من أهل مصر اتبع موسى عليه السلام وكان عدد السحرة مائة وأربعين ألفا فعملوا من الأعمال ما يجعل الناس يرون الوجوه ملوحا لونة ومشوهة ومنها الطويل ومنها العريض ومنها المقلوب جبهته إلى أسفل ولحيته إلى أعلى ومنها ما له قرون ومنها ما هو عظيم بحجم ترس كبير ومنها ما له آذان ضخمة ومنها ما يشبه وجوه القرون وفي كل فن وفي كل صورة وأجسام عظاما تكاد تصل إلى السحاب وحيات عظيمة الحجم بأجنحة تطير في الهواء ويرجع بعضها على بعض وحيات يخرج من أفواهها نار يخيل للناس أنها ستحرقهم وحيات برؤوس وشعور وأذناب فيها رؤوس وتمثيل في شكل الشياطين ثم عملوا دخانا يغشى أقصار الناس فلا يرى بعضهم بعضا ودخانا يظهر صورا مثل النيران في الجو يصدم بعضها بعضا وتسمع لها قعاقع وضجة وصورا أخرى على دواب خضر وصورا سوداء على دواب سود فلما رأى فرعون ذلك سره وجماعته ممن حضر معه واغتم موسى عليه السلام ومن كان آمن به وكفر بفرعون خوفا على فتنة الناس بذلك وضلالهم وكان للسحرة ثلاث رؤوس فلما رأى موسى صلوات الله عليه ذلك وضاق به ذرعا أتاه جبريل عليه السلام وقال له لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك فسر بذلك موسى عليه السلام وطمع في إيمان الناس وسكن خوفه فنظر إلى عظماء السحرة وقال قد رأيت ما صنعتم فإن غلبتكم أتؤمنون بالله قالوا نشهد لنفعلا فرآه وسمعه فرعون وقرر في تلك اللحظة أن يقتل الجميع كما يفعل دائما ثم تراجع عن فكرته وقرر أن ينتظر ليرى ما الذي سيحدث في النهاية والناس يستهزئون بموسى وأخيه لأنهما يلبسان الصوف الرخيص ومع موسى عليه السلام عصاه فقال موسى عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم ثم قذف العصى ورفعها في الجو ورفعها جبريل عليه السلام حتى غابت عن عيونهم ثم تحولت إلى ثعبان عظيم له عينان كالترس تشتعلان نارا وتخرج من فمه ومن أنفه وهو يزيد غضبا لله تعالى فلا يقع من فمه شيء على أحد إلا أبرصه وبرصت من ذلك ابنة فرعون والثعبان فاتحة فأه وذكر أن أم موسى كانت حاضرة قريبا منهم فابتلع الثعبان جميع ما صنعه السحرة بالإضافة لمائتي مركب كانت مملوئة عصيا وحبالا وجميع من كان فيها من الملحين وكان في النهر الذي يتصل بدار فرعون أعمدة كبيرة وحجارة وكانت قد حملت إلى هناك ليبنى بها وأقبل الثعبان إلى قصر فرعون ليبلعه فوضع الثعبان نابه تحت القصر ورفع بابه الآخر إلى أعلى القبة ولهب النار يخرج من فمه وقد أحرق بعض أجزاء من القصر فصاح فرعون عند ذلك واستغاث بموسى عليه السلام فزجر فرجع الثعبان على الناس ليبتلعهم وبلع بعضهم فسقط بعضهم على وجوه بعض وذهب ليبتلعهم فأمسكه موسى عليه السلام وعاد في يده عصى كما كانت ولم يروا لتلك المراكب أثرا مرة أخرى وكان فيها من الحبال والعصي والناس والأعمدة والحجارة وما شربه الثعبان من ماء النهر حتى بانت أرضه طرابا فلما رأى السحرة ذلك ولم يروا لتلك الأشياء كلها أي أثر مرة أخرى قالوا ما هذا عمل للآدميين وإنما نصنع خيالات فقط لا تستطيع فعل شيء من هذا فقال لهم موسى أوفوا بوعدكم وإلا سلطه عليكم فيبتلعكم كما ابتلع غيركم فعندها آمن السحرة بموسى عليه السلام وجاهروا بذلك أمام فرعون وقالوا هذا من فعل إله السماوات وليس من فعل إله الأرض فقال فرعون قد علمت أنكم اتفقتم معه علي وعلى ملكي حسدا منكم لي فنادى الحراس وأمرهم أن يقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف وكانوا يرون مساكنهم من الجنة قبل أن يموتوا وأعلنت زوجة فرعون إيمانها فعذبها وقتلها مثلما قتل السحرة وكان الشيطان قد قال له إني رب السماء وأنت رب الأرض قد استخلفتك فيها فأنت رب كل من سكنها من الخلق فتجبر ودع الربوبية وشق الأنهار وغرس الأشجار فلما كان من أمر موسى عليه السلام ما كان فسد عمل الشيطان وسقطت الطلسمات وبعض الهياكل والمنارات وخرت الأصنام على وجهها وعلت آيات موسى وحدث ما كان من الطفين والجراد والقمل والضفادع فتحول ماءهم دمى فكانت الإسرائيلية تسقي القبطية من فمها ماء فيعود في فم القبطية دمى وتعض على الرغيف لتأكل منه فتعض على الضفدع وأتلف الجراد والقمل جميع ذروعهم وهدم الماء أبنيتهم وبعض منازلهم وتبين للناس أنه لا ينفعهم وضاق صدر فرعون من ذلك فرجع إلى مدارات موسى عليه السلام ووعده أن يستخلفه مكانه على ملكه وأشار عليه هامان والكهان أن لا يفعل ذلك ثم أمر الرعية أن يقتل موسى فخرج جماعة إلى المكان الذي يعيش فيه موسى وأخيه فأتت نار فأحرقتهم ورأى فرعون كأنه أخذ برجلي ونكس على رأسه في حضيرة من نار وكأنه يستغيث ويقول إني لمؤمن بموسى وربه فتركوه فدع هامان وأخبره بتلك الرؤية وقال له لم يبق بعد هذا شيء وأريد أن أؤمن بموسى فقال له هو الذي صنع لك على الرؤية بسحره ليخوفك فتريد أن تكون عبدا بعد أن كنت ربا وتستخف بك رعيتك ويسلب موسى منك ملكك فلما تم الأجل ولم يفعل فرعون شيئا كثر البلاء عليهم وتهدمت منازلهم وفسدت زروعهم وكثرت الآيات في منازلهم وكان الناس قد خفوا موسى وهبوه وكانوا يؤمنون به سرآن فمن آمن به زال عنه الأذف فلما زاد الأمر على فرعون أحضر موسى وقال له إن آمنت بما تقول مالي عندك قال أرد لك شبابك وأزيد عمرك للضعف وآمنك من جميع العلل ومن زوال ملكك وأعلي يدك على من خالفك وعداك من الملوك وأكثر فيك نشاطك وأكلك وشربك قال له فرعون إن فعلت ذلك فقد انصفت كثيرا فأنظرني إلى غد ثم شاور هامان فمنعه وقال له نموت غدا أصلح لنا فلما يأس منه موسى قال فأطلق لي بني إسرائيل قال له فرعون إنما تريد إخراجهم من بلدي لتكون عليهم أميرا وملكا وأنا أنتفع بخدمتهم وهذا حسد منك لي قال له موسى عليه السلام فلا تدعي الربوبية قال فرعون إذا فعلت ذلك سأنقص من أعين الناس قال فإن لم تفعل ذلك فإن الله سيهلكك ويهلك قومك وتصير أرواحكم إلى نار حامية قال فإني أفعل ذلك معك سرا ولا أفعله جهرا وأقرب للآلهة القرابين العظام علانية قال موسى عليه السلام إن إلهي لا يرضيه إلا أن يؤمن به الناس أجمعون فإما أن تؤمن به وحدك سرا دون الناس فلا يرضيه ذلك ولا يقبله منك سرا حتى تظهره قال وإن لم تفعل ذلك فإن الله مهلكك وأهلك وعلامة هلاكك أن لا يبقى لك هيكل إلا تهدم ولا صنم إلا خر ساقطا وقد خالفت ما دعتك إليه مرارا كثيرا وأنا أحذرك من هذا الخلاف وإن الله سيعجل لك العقوبة ولا ينظرك فماطل فرعون كثيرا ولم يستجب لأي من طلبات نبي الله موسى فلم يؤمن بالله ولم يترك عذاب بني إسرائيل ولم يتوقف عن الدعاء الربوبية ورأى موسى عليه السلام أنه لا يرجع إلى خير ولا ينفع فيه وعظ وخاف أن يفاجي بني إسرائيل بإيذاء كثير فعزم على الخروج عنه ببني إسرائيل وحضر لبني إسرائيل عيد كانوا يجتمعون فيه فأمر موسى عليه السلام نساء بني إسرائيل أن يستعرن حلي نساء القط ويأخذن منه ما يقدرن عليه ويتزين به في عيدهن ففعلن ذلك ثم دعونهن في عيدهن فأكلن معهن وشربن وكان موسى عليه السلام أبعدهم قليلا إلى المشرق وأمر أن يبعدوا هنالك فلما أكلوا وشربوا ألقى الله تعالى على القطيين رجالا ونساء السبات حتى منعهم من كل شيء ثم سار موسى عليه السلام بجميع بني إسرائيل من أول الليل وكان عددهم ستمائة وأربعين ألفا ويزين وأخربوا تبوت يوسف عليه السلام من النيل وحملوه معهم دلتهم على موضعه عجوزة مؤمنة من القط ومضت معهم فسار ببني إسرائيل إلى ناحية بحر القلزم ليخفي آثارهم فلما كان من آخر الليل عرف فرعون بخروجهم وما فعلوه بنساء القط من أعارة حليهن إلى الإسرائيليات فجلس لوقته وناد في الناس فلما اجتمعوا أمرهم أن يتأهبوا للركوب في آثارهم وأمهلهم ثلاثة أيام وخاطب كل من هو قريب وبعيد من جيوشه وحشوده أن لا يتأخروا عن لحاقه طرفة عين فلما أصبح في اليوم الرابع ركب الناس وركب معهم يتقدمهم واتبعوا آثار بني إسرائيل ولم يبقى أحد من أولاد الملوك ولا من أتباعهم وكل كبار رجال المملكة إلا سار معه فيقال إن عددهم تخطى ستة ملايين وبذلك يكون أكبر جيش عرفه التاريخ حتى الآن وهل تعرفون ماذا يعني هذا الكلام يعني أنكم تدرسون تاريخ مزيف فلو كان فرعون من الهكسوس وخرج بكل جيشه وكبار رجال مملكته وغرقوا جميعا في البحر فمن حارب أحمس المزعوم وهنا تأتي لحظة هلاك فرعون وجنوده فلم يمر موسى عليه السلام بعلم من أعلامهم إلا سقط ولا بصنم إلا سقط لوجهه وسروا مقربين حتى لحقوهم على ساحل البحر فلما أحس موسى عليه السلام بقرب فرعون وجنوده منهم قال لأخيه هارون تقدم إلى البحر وكان لقبه أبي العماس وأمر البحر أن يكف عنا موجه ويسكن عنا حركته حتى أصل أنا ومن معي فما ظهر لذلك ووصل موسى عليه السلام فلما وقف موسى على البحر ضربه بعصاه فانشق لوجهه وظهرت فيه اثنتي عشرة طريق فدخل كل سبت على طريق وجعل بينهم طاقات رقيقة من الماء ليرى بعضهم بعضا فدخل القوم ودخل موسى عليه السلام في آخرهم فلما رآهم فرعون في البحر هم بتركهم خوفا من البحر فأقبل جبريل عليه السلام بفرس بلقاء فدخل في أثرهم فلما رآها فرس فرعون اقتحم به في أثرها فلم يقدر فرعون على امساكه لأنه كان حصانا طاعنا في السن فلما دخل فرعون اتبعه قومه عن آخرهم فلم يبقى في البر احد منهم حتى توسطوا البحر وقد خرج موسى عليه السلام ومن معه من الناس فأمر الله تعالى جل جلاله جبريل عليه السلام ان يطبق البحر على فرعون وقومه ففعل فلما رأى ذلك فرعون قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بن اسرائيل وانا من المسلمين ولم يقولها صحيح النية فلما سمعه جبريل عليه السلام رجمه بكف من الطين ضرب بها وجهه وسد بها فاه خوفا ان يرحمه الله تعالى بذلك القول فغرق الجميع ولم يفلت منهم احد وحملت ارواحهم الى النار ولما هلكوا طرح الله تعالى بعض منهم على الشط منهم فرعون في موضع مرتفع من الارض حتى رأوه وعرفوه وبين الله ذلك في كتابه الكريم الذي انزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهنا ينكشف زيف الكاذبين فقد غرق فرعون وقادته وجنوده وكبار رجال دولته فكيف لم يذكر ما يسمونه زورا وبهتان عصر الاسرات ايا من هذا وكيف ذكر التاريخ المسمى بالفرعوني ان عهد الاسرات قد اكتمل حتى احتلال الفرس لمصر ولكن ما الذي حدث في مصر بعد ذلك تعالوا معي لنعرف لم يبقى في مصر من اهلها سوى العبيد والاجراء فقط فكانت اعيان النساء من القط تعتق عبدها وتتزوج به او تتزوج باجيرها وكانوا يشرطون عليهم ان لا يفعلوا شيئا الا باذنهن وقد صار ذلك سنة عند القط الى اليوم لا يفعلون شيئا من الاشياء حتى يستاذنون نساؤهم ثم ان النساء اجمعن رأيهن على ان يولين عليهن امرأة يقال لها دلوك ابنة ريه وكانت ذات عقل ومعرفة وكان لها من العمر نحو مائة سنة فملكوها عليهم فبنت على ارض مصر سورا من اسوان الى العريش وحاشت بها قرى مصر وضيعها وجعلت على تلك الحائط اجراسا من نحاس فاذا اتاهم من يخفونه حرك الاجراس الموكلون بها من كل جانب فيسمعها من بالمدينة فيستعدون لذلك واثار الحائط باقية الى الان ببلاد الصعيد وتسمى حائط العجوز وقد كان اكبر واضخم مما تسمونه في زمانكم هذا بسور الصين العظيم وما زالت بقايا السور الذي بنته دلوكه موجودا حتى الان في مصر ويسمونه بسور او جدار العجوز وهو نفس الاسم الاصلي لهذا السور قديما منذ نشأته وبهذا يكون انتهى العصر الذي يطلقون عليه عصر الفراعنة وبدأ بعد ذلك العصر القطي والذي انتهى ببداية الفتح الاسلامي لمصر وباذن الله سوف نرفع فيديو قريبا نشرح فيه بالتفصيل والحقائق تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر اعتذر بسبب الاطالة عليكم ولكن كان من الواجب ان اشرح لكم بالتفصيل التاريخ الحقيقية لاعظم دولة في التاريخ مصر ذلك التاريخ الذي زيفه الاستعمار لاهداف خبيثة وذلك ليكذبوا الاديان ويضيعوا الحقيقة لذلك نحن لهم بالمرصاد بلغوا هذا الفيديو لكل من يهمكم امره انشروا الحقيقة في كل مكان فمهما طغى الباطل فلابد ان تنتصر الحقيقة في النهاية وانتم جنود الحق فلا تترددوا في دخول المعركة وان باذن الله لمنتصرون والى اللقاء